السلام عليكم ازايكو السنة تلتة عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض قصة في منزلي فراشة قولنا القصة كانت بدأت ان في بنت اسمها هنة زهبت الى جدها في الريف واثناء تجوالها بين الحقول والاشجار رأت فراشة جميلة لاحظ الجد اهتمام هنة بالفراشة فأعط لها هدية عبارة عن صندوق مصموع من الكرتون به بعض الصقوب داخل الصندوق دودة القز وبعض اوراق الدود فرحت هنة بالهدية وذهبت الى والدتها وبدأت تسألها ازاي تقدر تعتني بالدودة فالامة ردت عليها وقالت لها ان يجب ان تتيحي لها الظروف الملائمة لها بعد ايام بدأت الدودة في نسج شرنقط من خيوط الحرير حول نفسها وهو ما اثار اهتمام هنة فسألت امها ما الذي يحدث للدودة يا امي يبقى بعد معدة عدة ايام بدأت الدودة تعمل ايه بتنسك شرنقة من الحرير تغزل شرنقة من الحرير حول نفسها يبقى هنا الدودة بدأت ان هي تعمل ايه سنة ثالثة زي ما احنا شايفين كده عندنا في الكارتون ان هي بتعمل شرنقة طب الشرنقة دي عبارة عن ايه خيوط من الحرير وده اثار اهتمام هنة بدأت تسأل الام ايه اللي بيحدث للدودة يا امي بدأت الدودة جمع كلمة دودة دود في حرف جر نسج كلمة نسج معناها غزل نسج يعني غزل شرنقة الشرنقة هي مرحلة من مراحل نمو الدودة هي مرحلة من مراحل نمو الدودة طب الشرنقة دي كانت تتكون من ايه من خيوط الحرير فبدأ يزيد الفضول عند هنا ان هي عايزة تعرف ايه اللي هيحدث بعد ذلك قالت الام تنس جدودة هذه الشرنقة حول نفسها وعليك يا هنة ان تستمري في مراقبتها داخل الصندوق بعد مرور اسبوعين وجدت هنة الشرنقة بها ثقب صغير وفراشة تطير في الصندوق فصحت يا امي يا امي انظري ماذا حدث للشرنقة لقد خرجت منها فراشة يبينة الام بتقولها ان الدودة دي بتعمل شرنقة حول نفسها يلا نرأي بكده ايه اللي هيحصل للشرنقة دي بعد مرور اسبوعين لقت هنا الشرنقة بدأ يبقى فيها ثقب صغير السجب الصغير ده طلع منه ايه فراشة تطير شرنقة جمعها شرانق عليك يا هنة ان تستمري في مراقبتها داخل الصندوق جمع كلمة صندوق صناء ضيق جمع كلمة صندوق صناء ضيق جمع كلمة صجب صقوب طب يعني ايه صجب يا سنة تالتة شطار فتحات ضيقة صجب يعني ايه فتحات ضيقة طيب هنشوف ايه اللي حصل كمان قالت الام نعم يا هنة فان هذه الدودة تسمى دودة القز وتستخدم هذه الشرنقة في صناعة الحرير وتبيض هذه الفراشة بيضا ليفقص ويخرج منه دود مرة اخرى وهذه هي دورة حياة دودة القز يبا سنة تالتة دورة حياة دودة القز كانت عبارة عن ايه؟ هي دودة الدودة بتبدأ تعمل شرنقة حول نفسها طب الشرنقة دي عبارة عن ايه؟ خيوط من الحرير الدودة هتفضل داخل الشرنقة كم يوم يا سنة تالتة؟ أسبوعين بعد مرور الأسبوعين هتبدأ الشرنقة يبا فيها سجب صغير السجب الصغير ده هتخرج منه ايه؟ الفراشة يبا تاني انا عندي دورة حياة دودة القز عبارة عن ايه؟ هي دودة الدودة تتغزى على أوراق الدود تبدأ تعمل شرنقة الشرنقة دي عبارة عن خيوط من الحرير هتفضل الدودة داخل الشرنقة لمدة ايه؟ سنة تالتة؟ شطار لمدة أسبوعين بعد مرور الأسبوعين هتبدأ الشرنقة تتفتح علشان يخرج منها الفراشة وترجع تاني مرة أخرى الفراشة بتبيد دود الدود بيبا دود الأز هيبدأ يعمل شرنقة الشرنقة هتستخبت دودة جوها لمدة أسبوعين بعد أسبوعين الفراشة هتطلع من الشرنقة بتاعتها يحنا كده عارفنا دورة حياة دودة الأز وإحنا بناخد الحرير الطبيعي من دود الأز نبص كده على بعض المعاني كلمة تجولها معناها سيرها منبهرة معناها مندهشة لتلتقط معناها لتأخذ الثقوب يعني الفتحات الضيقة تهتمي يعني تعتني الملائمة المناسبة نسج يعني غزل شرنقة يعني إيه شرنقة؟ شرنقة دي مرحلة من مراحل نمو الدودة الجذابة معناها الجميلة مراعاة معناها الحفاظ على طيب نروح للكلمة وجمعها فصل جمعها فصول فراشة فراشات الجد الأجداد دودة دود هدية هدايا غطاء أغطية الأم الأمهات شرنقة شرانق الصندوق الصناديق الكلمة ومضدها ذهبت معناها رجعت ذهبت معناها مضدها رجعت ذهبت مضدها رجعت جميلة مضدها قبيحة فريحت مضدها حزنت اهتمام مضدها إهمال سألت مضدها أجابت تطير مضدها تهبط خرجت مضدها دخلت نسأل الشطر الحلوين إما جي أسألكو يا سنة 3 سؤال وبقول ماذا تنتج الدودة؟ هي الدودة بتنتج إيه؟ بتنتج الدودة شرنقة حول نفسها يبقى الدودة بتنتج إيه سنة 3 شرنقة حول نفسها طيب السؤال اللي بعده إما أسأل سؤال وأقول ماذا طلبت هنا؟ ماذا طلبت الأم من هنا؟ الأم طلبت إيه من هنا؟ طلبت منها أن تستمر في مراقبتها داخل الصندوق أنها تستمر في مراقبتها داخل الصندوق يبت طلب الأم طلبته من هنا أن هي تستمر ترأي بالدودة داخل الصندوق السؤال اللي بعده النسحة كده مع بعض ماذا وجدت هنا بعد أسبوعين لما عد أسبوعين إيه اللي حصل وجدت هنا الشرنقة بها صجب صغيرة وفراشة تطير في الصندوق يبه هنا بعد ما مر الأسبوعين لقيت الشرنقة فيها صجب صغير طب والصجب ده تحول إلى إيه من جوة الدودة اللي كانت جوة تحولت إلى فراشة فيما تستخدم الشرنقة الشرنقة دي كانوا بيستخدموها في صناعة الحرير وتبيض بيضا ليفقص ويخرج منه دود مرة أخرى يبقى الشرنقة إحنا استخدمناها في صناعة الحرير بناخد منها الخيوط بتاعة الحرير وكمان بيبه جوها دود الدود ده بيفقص مرة أخرى علشان يخرج منه دود مرة أخرى يبقى بتبيض البيضة الفراشة وتبدأ البيضة ديت هتفقص هيخرج منها الدود الدود دوت هيبدأ يأكل إشرة البيضة بعد ما بيأكل إشرة البيضة بيبدأ يتغزع على أوراق الدود لما بيكبر شوية هيبدأ إنه ينسج خيوط الحرير بعد نسج خيوط الحرير إيه اللي يحصل يا سنة ثلثة هيبدأ إنه هو يخش داخل الشرنقة بتاعته يبقى لمدة أسبوعين بعد مرور الأسبوعين هنلاقي في فراشة تطير داخل الشرنقة نشوف بعد التدريبات اقرأ ثم أجب عندما لاحظ الجد اهتمامها بالفراشات أعطاها دودة قز هدية ووضعها في صندوق جمع كلمة صندوق إيه سنة ثلثة؟ شطار سناديق مفرد الفراشات برافو علينا الفراشة مفرد الفراشات الفراشة معنى لاحظة عندما لاحظة الجد لاحظة معناها رأى مضد كلمة اهتمام أنا مهتمية بالحاجة معناها مضدها الإهمال يبقى مضد اهتمام إهمال جاب لي مجموعة كلمات وعايزني أصنفها يا ترى أنهي كلمات هتنتهي بالألف اللينة وأنهي كلمات هتنتهي باليا أمي تهتمي تسمى هي أخرى منزلي أعطى كلمة أمي بتنتهيب إيه؟ باليا يابا أكتبها في جدول اليا تهتمي تنتهي باليا تسمى ألف لينة هي أخرى ألف لينة منزلي ياء أعطى ألف لينة ماذا فعل الجد عندما لاحظة اهتمام هنا بالفراشات؟ الجد عمل إيه؟ لما لقى هنا مهتمية بالفراشات؟ أحضر لها دودة القز هدية ووضعها في صندوق مصنوع من الكارتون يبا الجد جد 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 دودة قز ووضعها في صندوق مصنوع من الكارتون تعالوا كده نرتب مع بعض مراحل نمو الفراشة أول حاجة عندنا يجيب لمجموعة جمل وعايزني أرتب واحد عندنا خروق فراشة من الشرنقة الدودة تنس شرنقة من خيوط الحرير تبيض الفراشة بيضا ويخرج منه دودا مرة أخرى الشرنقة بها ثقب صغير وفراشة تطير يبقى أول حاجة عندنا شطار الدودة تنس شرنقة من خيوط الحرير الدودة تنس شرنقة من خيوط الحرير رقم اتنين الشرنقة بها ثقب صغير وفراشة تطير رقم ثلاثة إيه اللي هيحصل في خروق فراشة من الشرنقة آخر حاجة تبيض الفراشة بيضا ويخرج منه دودا مرة أخرى أنا عندي أربع مراحل أول مرحلة عندي أن الدودة بتعمل إيه؟ بتعمل شرنقة من خيوط الحرير بعد ما عملت الشرنقة الدودة هتستخبق جواه لمدة شطار لمدة قد إيه سنة ثالثة لمدة أسبوعين بعد ما بيمر الأسبوعين هتبدأ الشرنقة يبقى فيها صغب صغير وبداخل الشرنقة إيه اللي بيحصل؟ تطير الفراشة هتخرج الفراشة من الشرنقة وتبيض بيضا ويخرج منه دود مرة أخرى يبقى البيضة بتاعة الفراشة هيخرج منها إيه؟ دودة الدودة بتاكل إشرت البيضة بعد ما الدودة أكلت إشرت البيضة هتبدأ تاكل من أوراق التود إما بتكبر وبتسمن هتبدأ تعمل إيه سنة ثالثة؟ هتعمل لنفسها شرنقة من خيوط الحرير هتخش الشرنقة وتقعد لمدة شطار أسبوعين بعد مرور الأسبوعين الدودة هتتحول إلى فراشة تطير وترجع الفراشة تبيض مرة أخرى بكده نكون عارفنا إيه هي مراحل النموة بتاعة الفراشة زي ما احنا كده شايفين قدامنا أدي الدودة هيت بتاكل من بعد ما كلت الإشرت بتاعتها هتبدأ تاكل الورق الدود تضغزة وتفضل على فكرة يا سنة ثالثة تاكل كتير طول ما هي عايشة بتفضل تاكل 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 خلاص كبرت وتخنت وبقت سمينة هتبدأ تعمل لنفسها الشرنقة اللي احنا شايفينها كده إليه الخيوط البيضة دي وتبدأ أنها تستخبى جواها بعد ما بيعد أسبوعين بتبدأ الفراشة تخرج من السكوب الضيقة من السكوب بتاع الشرنقة تبدأ تخرج لإيه الفراشة وتبيض بيضة وتعيد دورة حياة الفراشة مرة أخرى بعد الفيديو ده هنفرج مع بعض على فيديو صغير هيبين لنا مراحل نمو الفراشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة